هو ايقانة ثورية افرزتها ازمة شحة الخدمات في ذقار عقد كامل مرة ولا يزال الحاج عبدالزهر الشيال يرتدي كفنا بلون لحيته البيضاء فوق ملابسه ويحمل مروحة يدوية بداية في كفه ويدفع حاوية نفايات بكفه الاخرى ليخبر الفاسدين ان مكانهم الحتمي سيكون في حاويته البرتقالية طبعا اول تظاهرة طلعت بها بداية تشكيل الحكومة كان بنفس الوقت انه شحة ما يعدنا بالمنصورية يعني الماء مقطوع نهائيا ما عدنا الناس تنقل من النهران ومن الشط تجيب ماء قال عمير الممين علي بن ابي طالب عليه السلام الساكت عن الحق خيطان اخرس وبعد العام 2014 اضاف الشيال لما يحمله من ادوات احتجاجية صورة وروح يعلقها على صدره لفلذة كبده ذلك القربان الذي قدمه لتحرير العراق مستمر بالتظاهرات ولن اترك التظاهرات حتى لو اتقرم يعني اكو اذية اكتر من هذه يوم 15 يوم الاحد اللي انا تعرضت عليها وقصدني هذا ابو السيارة تلقيت ابو السيارة مال الماء هذا مال الشغب شوف هاني لان اذى الناس تلقيتها جايب اسلاك شائكة وجايب خشب امامه فاقتحمتها انت لقيت ايهي شيء كضيت الداعامية لا من الباب ولا من الباب الخلبي كضيت الداعامية وطبقت عليه وظلتها صيع عمي الناس عمي الناس اتعذت ابني ارجع لورا ابني ارجع لورا ابني ذول اخوانك يوم عود يوم الغيرة فرجع حسب ظني انهم ارجع بعد ما يرش مال ابتعد عني مترين وصلت علي الهوز مو رش صلت علي الهوز يعني اقل الخطوة من الرصيف الماء الشالاني شباحني بنص الشجر كل شيء برأسنا اطلحت انا لكن احدا لم يتخذ اجراءا بحق من ضربه او وجه بضربه وكأن المسؤولين صم بكم عمية لم يروا ما تعرض له هذا الرجل المسن من ذيقار غزبان الغزي الشرقية نيوزة